السلام عليكم عزيزيز المتابعين يا هلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة واليوم راح نلقي نظرة على كيفية تغيير صوتك إلى صوت شخص آخر باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي تابع الحلقة إلى النهاية أوكي يا صديق المبدع أول شغلة بك تسويها هي أنك تنزل في وصف الفيديو في رابط تضغط عليه عساس تفتح لك هذه الصفحة وهذه الصفحة هي موقع 11 Labs موقع 11 Labs شغلته أنه يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي والNeural Networks أو الشبكات العصبية عساس أنه يخلق نوع من Voice Clone أو من النسخة طبق الأصل للصوت وهذا يصير عن طريق تدريب الذكاء الاصطناعي لمدة معينة على مجموعة أصوات أو مجموعة من ملفات الصوتية اللي فيها نموذج الصوت اللي أنت حاب أنك تسوي له كلونيج أو تقليد طبعا الموقع فيه خواص كثيرة بس أبي أركز اليوم على خاصيتين فقط اللي هما Text-to-Speech والSpeech-to-Text خلنا نتكلم الأول عن Text-to-Speech طبعا Text-to-Speech واضح أنك أنت تعطيه نص مكتوب وهاي النص راح يقرأ لك إياه بالصوت اللي أنت اخترته أوكي خلنا أخذ أحيان مثال راح أخذ جزء بسيط من هاي النص وعندي منها نسختين مختلفتين نسخة تقريبا ممشكلة ونسخة مشكلة بالكامل عادة حاجة Text-to-Speech ألاحظ أنه إذا تعطيه نص وما يكون مشكل مثل هاي اللي هني النتيجة تكون أفضل من النص اللي تعطيه يكون مشكل فخلنا أخذ هاي الفقرة اللي هني نسوي لها Paste وأول ما نسوي لها Paste راح نختار الصوت اللي نبي هاي النص ينقرأ فيه خلونا نأخذ مثلا صوت ألا قصي هني ونفتح Voice Settings هو عادة يقول لك أنه في بعض الأصوات يسوي لها Recommend أنه يستخدم 11 Labs Turbo 2 بس مشكلة هاي الموديل أنه ما يصلح لحق اللغة العربية فنضل على الموديل اللي هو 11 Multilingual Version 2 اللي فيه تقريبا أكثر من 29 لغة ال Settings اللي موجودة هني Stability وال Similarity خلهم مثل ما هما لا تغيرهم عادة يعطونا نتاج جيدة ونقول لها بعدين Generate حق ال Speech عحين لما نقول لجенерate حق ال Speech راح يقرأ هاي النص المكتوب بالصوت اللي أنا اخترتهني نسمع مع بعض وقد سميت البحرين بهذا الاسم وهو أحد الأسماء العريقة في المنطقة بسبب وجود ينابيع الماء العذب وسط مياه البحر المالحة عند هذه الجزيرة كما يشتمل الأرخبيل على عدد من الجزر غير المأهولة بالسكان والتي تشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف أوكي طبعا مثل ما سمعتون مو 100% يبي له شوية شغل وحتى طريقة الأداء تحس أنها كان روبوت قاعد يتكلم وبعض الكلمات ما نطقت بالشكل الصحيح ف Text to Speech حق اللغة العربية ما أعطي علامة كاملة ولا أعطي حتى 70% بس خلوني حين أتكلم عن الخاصية اللي الكل يبي يسمعها وهي Speech to Speech Speech to Speech أقدر أن أنا أسجل صوتي وسوي upload حق الفايل أرفع الملف واختار الصوت اللي أبي أحول صوتي إلى صوته ولكن مع إبقاء الأداء اللي أنا أديت في القراءة يعني خلوني ناخد نفس المثال اللي أحين سجلتها طبعاً تقدر أنك أنت تسجل direct هنا بس أنا أنصح أنك تكون مجهز الملف مسبقاً يعني ما تسجلها direct هنا لأنها راح يكون فيه ممكن صوت أصوات ما تكون أنت تبيها ممكن تغلط في التسجيل تحب أنك تسوي take أفضل فحاول أنك أنت مثلاً في Pro Tools مثلاً أو في عبر رامج ثاني تسجل النص اللي أنت تتبيه وتسوي الإدتينج عليه بالطريقة التي تتبيها وبعد ما تخلص منه تسايفه كMP3 طبعاً لازم تسايفه بطريقة المونو مو بطريقة الاستيريو تسايفه بMP3 طبعاً يكون المكان اللي أنت فيه مكان مهيئ للتسجيل ما يكون فيه أصوات خلفية ما تتبيها ما يكون فيه صدف المكان ما يكون فيه أصوات أنت ما تتبيها يكون لأن الذكاء الاصطناعي راح يتعلم كل هاي الأصوات ويعيدها مرة ثانية فأنت ما تبي يكون هاي الشيء موجود في النتيجة اللي يعطيك إياها فخلي الملف يكون جاهز بهاي الطريقة وتسوي لها export كMP3 راح يكون عندك الملف جذي ويهني في 11 labs وأخذ الملف اللي سجلته بصيغة الMP3 وارفعهني أقدر طبعاً أسمع الملف خلونا نسمعه هاي طبعاً شيء هونه سجلته هي نفس الجملة نفس الفقرة هذي كانت بس سجلتها في Pro Tools نسمعها مع بعض وقد سميت البحرين بهذا الإسم وهو أحد الأسماء العريقة في المنطقة بسبب وجود ينابيع الماء العذ وسط مياه البحر المالحة عند هذه الجزيرة كما يشتمل الأرخبيل على عدد من الجزر غير المأهولة بالسكان والتي تشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف طبعاً حين أنا أقدر أخذ هاي الملف واختار الصوت اللي أبي نقول مثلاً ناخذ صوت براين طبعاً مثل ما قلنا هنا السيتنجز خلها مثل ما هي بس تأكد أن الموديل اللي أنت مختاره ما يكون الإنجليش نبي يكون الملتي لينجول لأن الإنجليش بيعطينا نتيجة جداً 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 سيئة فاختار الألفن ملتي لينجول تو نرجع هنا تأكدنا كل شيء أوكي سبيكر بوستي هنا تعطيك شوية زيادة في أن الصوت يكون مقارب للصوت اللي أنت بتختاره تقدر تخليها شغالة أو تقدر تخليها بناد مو مشكلة تأكدنا كل شيء أوكي نقول لأحين جنرات سبيتش وقد سميت البحرين بهذا الإسم وهو أحد الأسماء العريقة في المنطقة بسبب وجود ينابيع الماء العذ وسط مياه البحر المالحة عند هذه الجزيرة كما يشتمل الأرخبيل على عدد من الجزر غير المأهولة بالسكان والتي تشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع الطيور في طريق هجرتها أثناء الربيع والفريف شفت شلون أحين أخذ الصوت اللي أنا سجلت بأدائي أنا وخلاه يصير بالصوت اللي أنا اخترته من القائمة هني خلونا نجرب نفس الصوت اللي شغلناه قبل شوي صوت البنت اللي اخترناه حق هاي النص وصوت نفس البنت مرة ثانية حق هاي النص ونقارن ما بين الاثنين اخترت الصوت هني هو صوت أليس تأكد من ال Voice Settings تأكد أن الموديل مو بالإنجليش يكون الملتيلينجول وقل له أحين generate speech ونقارنها مع النتيجة اللي أعطاني إياها من خلال قراءة أنا للنص واختيار نفس الصوت وقد سميت البحرين بهذا الاسم وهو أحد الأسماء العريقة في المنطقة بسبب وجود ينابيع الماء العذ وسط مياه البحر المالحة عند هذه الجزيرة كما يشتمل الأرخبيل على عدد من الجزر غير المأهولة بالسكان والتي تشتهر بكونها مأوى لمختلف أنواع القيور في طريق هجرتها أثناء الربيع والثريف واو صراحة شيء فضيع وشيء خطير وشيء ممكن نكون شوية مخيف طيب أحين خلونا نقارن ما بين هذه القراءة لاحظوا أن شنو أيضا لاحظوا أن ترجم للنص مطبيعي يا جماعة هاي النص أحين صار عندي منه نسخة مترجمة أوكي خلونا أحين نقارن ما بين الكلام اللي نقال عن طريق التكستو سبيتش واللي نقال عن طريق السبيتو سبيتش هاي الجملة الأولى وقد سميت البحرين بهذا الاسم وهو أحد الأسماء العريقة في المنطقة بسبب وجود ينابيع الماء العذب وسط مياه البحر المالحة عند هذه الجزيرة كما يشتمل الأرخبيل على عدد من الجزر غير المأهولة بالسكان والتي تشتهر بكونها مأوا لمختلف أنواع الطيور في طريق هجرتها في طريق هجرتها أثناء الربيع والخريف أحين رح نسمع النتيجة اللي أعطاناياها عن طريق الاسبيتش هجرتها أثناء الربيع والخريف طيب شلون حين يا جماعة ممكن نحن نستفيد من هاي التقنية شلون هاي التكنولوجيا ممكن نهاية تخدمنا أول شغلة ممكن نهاية تخدمنا في مواضيع اللهوة إذا مثلا عندي حلقة يوتيوب أو مسلسل أو فيلم أبقى ترجمة إلى لغات ثانية هاي الشغلة الشغلة الثانية ممكن نهاية تساعدنا في موضوع الترجمة أن نحن نترجم الناس مثل ما شفتوا حين النص اللي كتبنا احنا أو النص اللي رفعنا ليا عن طريق الSpeech to Speech ترجمة عطانا يا بلغة إنجلينزية فموضوع الترجمة ممكن نهاية يفيدنا فيه حتى مثلا للناس اللي تشتغل في مجال الفيديو جيمز اللي يتصمم الشخصيات الموجودة داخل ألعاب الفيديو جيمز ممكن الناس بسهولة تخترع أصوات خاصة بس حق هاي الشخصيات الموجودة في الألعاب فهاي أيضا تقنية جدا 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 رائعة ومن بعض الفوائد الإيجابية لهذه التقنية هي الحفاظ على صوت الناس اللي بعد الشرع نستمعين ممكن يكونون قاعدين يخسرون صوتهم بسبب مرض معين مو بس جدي يا جماعة احنا نقدر أيضا نستغل هذه التقنية في الحفاظ على الأصوات التاريخية ممكن نحنا نحفظ الأصوات طريقة ديجيتال أو طريقة رقمية تكون موجودة إلى الأبد وإذا كنت من صناع المحتوى تقدر أيضا تستغل هذه التقنية في إسراء عملية إنتاج المحتوى يعني ممكن تستغلها في إطلاق حلقات بودكاست في إطلاق مثلا حلقات يوتيوب في الكثير من الفيديوهات اللي نشوفها اليوم على الانترنت مجرد الناس تستخدم صوت الذكاء الاصطناعي على الصور أيضا صناعها الذكاء الاصطناعي والغريب أن هاي الفيديوهات عليها إقبار شديد طبعا هذه التقنية مثل أي تقنية في العالم لها أيضا مساوئ ومن بعض مساوئها هو انتهاك الحقوق الشخصية يعني ممكن أحد يأخذ صوتك ويعلم الذكاء الاصطناعي أنه يقلدك بشكل طبيعي ويستغل هذه الهوية الصوتية في أشياء ممكن أن يضرك يعني ممكن واحد يقدر يحاول ينتهل شخصيتك من خلال هذه التقنية ويتصل مثلا في بنك ويطلب إجراء معاملات معينة وهي الشيء جدا وارد يا جماعة كان حلقة من مسلسل بلاك ميرر نقطة أخرى من مساوئ هذه التقنية هي من اللي يمتلك حقوق استخدام هذا الصوت هل إذا أنت دربت الذكاء الاصطناعي واحد ثاني قاعد يحاول أنه يحصل أشغال ويستخدم فيها صوتك من اللي يندفع لهني هل صانع المحتوى ولا أنت لأن صوتك مستخدم هاي المساحة إلى الآن غير واضحة وطبعا ما نقدر ننكر تأثير هذه التقنية على معلقين الصوتيين تخيلنا أحين تجير أنك أنت تسوي أوديو بوك مثلا من خلال ذكاء الاصطناعي حتى الموقع اللي احنا شفناه اليوم يقدر أنه هو يسوي محتوى طويل ينفع حق أنه يكون محتوى أوديو بوك كله عن طريق استهدام ذكاء الاصطناعي فشنو رح يكون تأثير هذه التقنية في مجالك الابداعي أحب أسمع رأيك في قسمة التعليقات وبس جدي صديقي المبدع أتمنى أنك استفتت من المعلومة اللي تكلمنا عنها اليوم إذا حبيت تجرب موقع 11 Labs اضغط على الرابط اللي موجود في وصف الفيديو لا تنسى مرة ثانية اشتراك في القناة ومشاركة هذه الحلقة مع جميع أصدقائك المهتمين في هذا المجال أتمنى أنك دوم الصحة والسعادة وأشوفك إن شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة